مفاجأة من صندوق النقد الدولي للمصريين خلاهم يسألوا ايه الحكاية ويعني ايه استبعاد منقشة صرف شريحة جديدة من القرد المصر طيب ايه السبب وهل ده لي علاقة بالجنيه والدولار انا قيل وليلي كملوا معايا الفيديو الاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل المفاجأة من صندوق النقد الدولي انها المراجعة التانية لقرد 8 مليار دولار وكان المتوقع منقشة صرف الشريحة التانية من القرد بقيمة 820 مليون دولار وده خلال ساعات لكن الكل تفاجئ باستبعاد قرد مصر من جدوى الاعمال السندوق في 10 يوليو علشان تتأجل لجدوى الاجتماعات والجاية بتاريخ 29 يوليو طيب ايه اللي هيحصل حسب الخبيل الاقتصادي متحق نافع احنا قدام 3 احتمالات الاول ان التأجيل مرتبط بقرار هيطلع من صندوق النقد الدولي لخفض رسوم الاقتراض على كبار المقترضين واللي من ضمنهم مصر وعلشان ما يحطش مصر على جدو الاعمال مرتين وراء بعض تم تأجيل المراجعة اما الاحتمال التاني فهو تغيير الحكومة لان ورد صندوق النقد الدولي يبقى عاوز يتابع خطط الحكومة الجديدة ويفهم هتمشي البلد ازاي اما بقى الاحتمال التالت فهو التأجيل بسبب نتيجة المراجعة التانية نفسها بمعنى عدم تحقيق بعض مطالب الصندوق للحصول على الموافقة النهائية للمراجعة الثالثة واصارف الشريحة قال الخبير الاقتصادي ان ده الاحتمال الاضعف ولكن الاسوأ في نفس الوقت لو حصل خاصة ان مصر دلوقتي حريصة على تجانب تأجيل المراجعات علشان ما تعيدش تجربة ديسمبر 2022 لما تأجيلت صرف شرايح لمصر برضو بسبب عدم استفاء بعض الشروط قال ان بعد صرف الشريحة الثالثة المراجعات الجاية هتبقى كل 6 شهور مع تخصيص شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار لكل مراجعة وده بياخدنا لتقرير موقع اقتصاد الشرق ولتكلم عن اسباب تأجيل مراجعة صرف الشريحة الثالثة من القرد المصر وحسب التقرير لمسؤول حكومي قال للشرق ان تأجيل ده حصل نتيجة عدم احتفاء مصر بعدد الشروط المطلوبة وده قبل صرف 820 مليون دولار بس قال انها اجراءات بسيطة للسندوق عاوزها وهيتم توضيحها قريب جدا طيب ايه هي الشروط دي؟ مفيش معلومة معلنة لغاية دلوقتي لكن الحكومة كده كده عندها خطة اقتصادية ماشية بيها ولو بسيطة على اهم القرارات اللي خدتها اولي لسه هتاخدها هتلاقي ان اهم حاجة حصلت هي قرار البنك المركزي برافع السعر الدولار مقابل الجنيه دلوقتي الكلام كله عن زيادة تحريك اسعار الوقود وتعريفة الكهرباء وده حسب الدكتور مصطفى مدبولي فتكلفة لتر اسولار اليوم على الحكومة المصرية النهاردة 20 جنيه والحكومة بتبيع للمواطن ب10 جنيه علشان كده لازم يحصل تحريك في اسعار الوقود وفي نفس الوقت الحكومة شغالة على حل قزمة الكهرباء لكن الدولة مش هتتحمل مئات المليارات من الدعم اكتر من كده لان الدولة اتحملت على مدارع منص اعباء كبيرة لان الدعم كبير ولازم تكون نسبته معقولة ايام الحكومة السابقة المستشار محمد الحمصاني متحدث باسم الحكومة قال ان في خطة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا على مدار 4 سنين وكمان في خطة مبدئية لرفع الدعم عن الوقود بنهاية 20-25 بس السولار هيكون خارج خطة إلغاء الدعم النهائي كمان المفروض الدولة هتدرس تحويل الدعم العيني الى نقدي يعني بدل ما تشريز ديت والسكر باسعار مدعمة من منافذ الحكومة هتاخد في ايدك مبلغ كل شهر تجيب بيه اللي انت عاوزه ومحتاجه من السور مثلا كل مواطن ممكن ياخد من 500 الى 1000 جنيه بصفة شهرية ولو افترضنا ان الاسرة مكونة من 5 افراد يبقى هتحصل على 5000 جنيه شهريا والمبلغ دا بيتم زيادته سنويا بطبيعة الحال حسب نسبة التضخم انت بقى شايف ايه المطلوب من الحكومة الجديدة الفترة الجاية شنكوني برأيكم في التعليقات